قامت مؤسسة راعي مصر بتوزيع ملابس عيد الفطر على 1350 طفلا من الأسر الأولى بالرعاية في مركز بني مزار بمحافظة المينيا تأتي هذه المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في عيد الفطر المبارك يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن حاملا معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية في هذا الإطار قامت مؤسسة راعي مصر بتوزيع ملابس عيد الفطر على 1350 طفلا من الأسر الأولى بالرعاية في مركز بني مزار بمحافظة المينيا بنوزع ملابس لكل الأسر الأولى بالرعاية احنا معنا النهاردة أكتر من 570 أسرة بمعدل تقريبا 1740 طفل احنا النهاردة مراعيين أن كل طفل يدخل مع فرحة العيد يكون معاه كل اللبس بتاعه الطاجم الخارجي والطاجم الداخلي والشوز حتى كمان اللعبة بتاعته بنو بعمل حسابها والحاجة حلوة بتاعته كمان عشقاتها نفرحه ممتوا طبعا لتعبانا وجايا معايا برضو بربما رعيين أن احنا نبسطها وبنديها حاجة حلوة بتاعتها والنهاردة تحديدا في مركز بني مزار معنا المبادرة النهاردة والأطفال بنحاول نفرحهم بفضل الله كل الأطفال إن شاء الله بيأخذوا ملابس كاملة تأتي هذه المبادرة للتخفيف عن كهل الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في عيد الفطر المبارك احنا بنهتم جدا جدا بأن احنا ناخد الأسر الأولى بالرعاية علشان نفرحهم ونقول أنه أنتم موجودين احنا بنحبكم مصر دايما بتدور عليكم وبتدور على إنسانيتكم وعلى فرحتكم احنا بناخد الأطفال بنفرحهم بنديهم لبس وشوزات ولعب وحاجات حلوة علشان نقول لهم كل سنة وانتم طيبين ابتسامتكم فرحة لقلوبنا كلنا أنا مبسوط جدا بأن أنا موجود هنا وبحاول أن أعمل حاجة حلوة بأن أنا أبسط الأطفال اللي بيجوا أو الأسر اللي هي أكثر احتياجا فاحنا بنشكر مؤسسة راعة مصر كتير وبنشكر التحالف الوطني وهكذا يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنا مهما في دعم جهود الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير متطلباتهم في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية الإنسان